ونتلقى أول سؤال من حضراتكم ومعنا الأستاذ محمد من الأليوبية وأستاذ محمد اتفضل السلام عليكم يا فن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضراتك يا شيخ يعني هو سؤال يعني بقول لحضراتك اللي هو دي الرزق ده ممكن يكون ابتلاء ولا عقاب من ربنا ولا ايه وسط هقول لحضراتك اتفضل بس عليك عايزة تكمل بس واقول لك بعد كده حضراتك السنة يعني عندي دروات حوالة 46 سنة وما فيش يعني العملية ضنك خالص ضنك وثاني حاجة معلش يا شيخ برده أنا عضراتك أنا ساعات باجي أتوضع عشان أصلي ومجح أخش على الصلاة حاجة لهاتني كده ووعدة هنا هنا حاجة ما بجد صلاة الفرد التاني دكل علي ومجح أخش على الفرد وأصلي الفرد أمداء من نفسي إن أنا ما صليتش الفرد ده أو صليته متأخر أو أي حاجة وبعدين أنا سريع الغضب جدا مش عارف أصبط الدنيا معي حاضر فإيه الحل في الموضوع أقول لك إيه الحل يا أستاذ محمد أستاذ محمد الله يكريم حضرتك أستاذ محمد بس عشان نبقى فاهمين إن مسألة ضيق الرزق دي في الحقيقة في كتير من الناس رزقه أقل من كتير من الناس وأحسه بساعة الرزق وضيق الرزق في الحقيقة ممكن يحصل للإنسان بس ضيق الرزق دوت لو أنت عايز تفهمه ضيق الرزق من قسر النظر ليه طيب أول حاجة في ضيق الرزق ربنا كتب هذا الضيق مش عشان يعذبنا عشان يهذبنا عشان يشوفنا عن نستمر ولا لا عشان يشوفنا عن نوع مصادر داخلنا ولا لا عشان يشوفنا إحنا نتعلم حاجة ندير بيها أزمتنا ولا لا إن ربنا غني على إنه يعذبنا اللي أنا بقوله لك ده مهم جدا جدا في كل الكلام اللي أنت قلتولي حتى في أسئلتك التاني إن أنا عايز أعرف إن ديق الرزق ده ده لإن أنا كنت حاطت سيناريو لحياتي السيناريو ده بعيد عن تدبير ربنا لي السيناريو ده أنا اللي اخترته وأنا اللي حطيته لكن أنت حتى لما أكلمك تقولي والله أنا مش عايز السيناريو نعاني زي زي باية الناس مين قالك إن اللي يسلح حالك زي باية الناس الله يبسط الرزق قريما يشاء ويقنر يبقى الله سبحانه وتعالى بينظم الأقدار بينظم الأقدار على إيه؟ بمقدار ما يفتح لك أبواب الأنوار فالرزق دوت لو كنت أنت حاصر الرزق فقط في الفلوس اللي بتمسكها عشان تشتري بيها أكل للأولاد أو تشتري تدفع بيها مدارس الأولاد فأنا معاك إن ممكن ده يكون داية بس مين قالك إن كل الرزق اللي ربنا بديو لك داية؟ مين قال إن مفهوم الرزق بس في الفلوس؟ مفهوم الرزق كل شيء رزق العلاقات رزق أن أنت حتى الآن تكون واسق وعندك يقين بالله سبحانه وتعالى أنه واسع العطاء وأنه كريم رزق صلاتك رزق كل دا رزق فإذا كنت أنت بتقول إن أنا بيضيق رزقي وأنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع علي رزقي مسألة سهلة استمر في العمل وبإتقان وبغير سخت يوسع الله عليك ليه؟ لأنك رأيت توسع الله فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاستمر في العمل عايز تقول لي إزاي أنا أتعامل مع ضيق الرزق؟ استمر في العمل لأن مئات ملايين الناس سمعناه ومسمعنا قصصهم استمروا في العمل فربنا وسع عليه يبقى الباب اللي دخلوا الباب الأشهر لتوسع الرزق هو الاستمرار في العمل الباب الثاني المعروف في توسعة الرزق هو كثرة الزكر وخاصة كثرة الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اللازم الأول في الترتيب ده أستمر في العمل وأصلي على حضرة النبي وأذكر الله ذكرا كثيرا حيات تلتا الاستغفار قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار يبقى أنت عايز يتسع رزقك؟ أكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار وفي قصة رائقة فائقة في قصة رجل كان كثير الاستغفار فضيف الإمام أحمد وهو كان ما يعرفش الإمام أحمد فقال له يا أخي هل وجدت شيئا من بركة الاستغفار؟ قال ما دعوت دعوة إلا والله استجاب لي إلا دعوة واحدة قال له طب أنا معلش أنا عندي شغف إن أنا أسأل ما هذه الدعوة؟ قال أن أرى الإمام أحمد بن حنبل فقال ابشر يا أخي أنا الإمام أحمد بن حنبل وقد استجاب الله لك لكل دعواتك لأنك لازمت الاستغفار بيتارت حاجة لازم الاستغفار بس أنتو بتعمل الكلام دا بتعمل الكلام دا مش عينك على إن إمتى ربنا هيفتح علي الرزق لكن عينك على إنك أنت تدخل في محبة للصف هيعطيك عطاء ويسعا ولا يتركك إلا وقد شرح صدرك ساعتها بقى أتجد نفسك سهل إن أنت تدخل تصلي الفرد ساعتها أتجد كل الأمور بتسهل عليك وساعتها مش هتضيع فرد أبدا لأنك أنت ساعتها تروح تصلي وإنت بتحب ربنا ومقبل على الله سبحانه وتعالى إياك تحس بالمظلومية لأن ربنا سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد ربنا ما يظلمش حد خالص عارف ليه؟ لأن على فكرة عطاءه ده فضل من عنده كل حياتنا دي فضل من عنده فما فيش حد ممكن يقول لحد لربنا أنه ظلمه لأن حدش بيقول لواحد بيحسن إليه وبيتفضل عليه أنت ديتني أليه ولا كتير لأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبادي يبقى أنت لو عملت الثلاثة دولة ربنا يوسع عليك ويبرك لك وإن شاء الله ويفتح عليك فتوح العارفين ترجمة نانسي قنقر